من يومين عملنا مراجعة لشاومي ريدمي 10C النهاردة بقى هنعمل مراجعة على أخوص صغير ولكن قبل أي حاجة يا أهلا بكم مشاهدين ومتبعين قناة موبي سي احنا النهاردة هنتكلم عن شاومي ريدمي 10A وزي العادة هنتكلم عن كل مواصفات الهاتف والمميزات والعيوب والسعر إذا كان بقى سعر متوقع أو سعر رسمي وهنتكلم عن كل حاجة حرفيا أهم حاجة ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك ويلا بينا نبدأ الفيديو في موبي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل وكمان مقارنة مع أفضل منافس ليه كل ده في الفيديو واحد هنيجي كده نلقي نظره على التصميم اللي تقريبا بيشبه بشكل كبير تصميم شاومي ريدمي 10C اللي عملنا له مراجعة من يومين تصميم مش وحش تصميم كويس على فئة الهاتف يعني لأنه هاتف اقتصادي طبعا الظهر بيجي من البلاستيك أما باب النسبة للشاشة فهل هي كويسة على فئة الهاتف ولا لأ قبل اي حاجة خلينا نشوف المواصفات الشاشة هنا بتيجي بحجم 6.53% بوصة بجودة HD بلس وبدقة 1600 في 720 بيكسل مع معدل كسافة بيكسلات 269 بيكسل لكل إنش والشاشة يبقى السلسي دي وطبعا معدل تحديث الشاشة 60 هيرتز وده طبيعي على فئة الهاتف طيب الشاشة على فئة الهاتف وسعره كويسة وهتاخد منها أداء كويس ما يجيش بقى واحد يقول لي عم الشاشة ده 60 هيرتز بس أو الشاشة بجودة HD بلس بس انت بتشتري هاتف فئة اقتصادية فطبيعي هتاخد مواصفات زي ما انت شايفها كده فالشاشة بالنسبة لفئة الهاتف وسعره فهي كويسة وهتاخد منها أداء كويس نيجي بقى نقطة الأداء أو نقطة المعالج اللي هنا بيجي بمعالج ميداتيك هيلو جي 25 بدقة تصنيع 12 نانو المعالج ده نفس اللي كان موجود في شاومي ريدمي 9A السنة اللي فاتت يعني كنا نتمنى يعني لو كان المعالج أقوى من كده شوية ولكن المعالج مش وحش المعالج هتاخد منه أداء كويس في الاستخدامات العادية يوتيوب مكلمات تصفح حتى الألعاب هيقدمنا خداء كويس فيها فبشكل عام المعالج على فئة الهاتف برضو كويس جدا شاومي أعلنت 3 نسخ من الهاتف واحدة 64 جيجا مع 4 جيجا رام والتانية 128 جيجا مع 4 جيجا رام والتالتة 128 جيجا مع 6 جيجا رام والهاتف بيدعم تركيب كارت موموري خارجي لغاية 512 جيجا أما بالنسبة للكاميرات فالهاتف جايب الكاميرا واحدة خلفية وهي 13 ميجا بيكسل وتقدر تصور بيها فيديوهات بجودة Full HD بمعدل 30 فريم في الثانية بالنسبة للكاميرا الأمامية فالهاتف بيجي بكاميرا أمامية 5 ميجا بيكسل وبتصور فيديوهات بجودة Full HD بمعدل 30 فريم في الثانية بطارية الهاتف هنا بتيجي بحجم 5000 ميلا أمبير والبطارية كويسة وهتاخد منها أداء كويس ولكن للأسف البطارية ما بتدعمش الشحن السريع الهاتف بتطلعه من القلبة بأندرويد 11 والهاتف لا يدعم من FC وده حاجة طبيعية جدا على فئة الهاتف الهاتف بيدعم منفذ السماعات منفذ الشحن بيجي من نوع Micro USB سماعات الجهاز لا تدعم الاستيريو وده برضو حاجة طبيعية على فئة الهاتف ألوان الجهاز هم الأسود والفضي والأزرق والهاتف هنا بيدعم البصمة وموجودة فيه ظهر الهاتف جنب الكاميرات من فوق ولو عايز تعرف تفاصيل بشكل أكبر عن الموبايل وتقارن بين جهازين محتار بينهم ممكن تكتب على جوجل موب بي سي بالإضافة لإسم الموبايل اللي انت عايزه وهتلاقي زر المقارنة في آخر الصفحة وقبل ما اخش على المميزات وعيوب الموبايل ادعمنا بلايك واشتراك ويلا بينا نشوفه المميزات والعيوب نبص بصة كده على مميزات الهاتف وأول ميزة هي الشاشة على فئة الهاتف فهي كويسة من المميزات برضو المعالج اللي هتدم لك ده كويس على السعر اللي انت هتدفعه أو على فئة الهاتف أما بالنسبة للأيوب فكنا نتمنى لو كان الهاتف بيدعم الشحن السريع ولكن هي مش سلبية لأن الهاتف فا اقتصادية طيب بعد معرفنا كل حاجة عن الهاتف خلونا دلوقتي نعرف سعر الهاتف ولكن خد بالك ان السعر في مصر وفيه السعودية مجرد أسعار احنا متوقعينها وده لأن الهاتف لسه منزلش مصر ولا السعودية الأسعار اللي هتتقال دلوقتي لنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام تم اطلاق الهاتف في الصين بسعر 120 دولار أما السعر اللي احنا متوقعينه للهاتف في مصر 2450 جنيه السعر المتوقع فيه السعودية 500 ريال طيب كده زي الفل ايه بقى افضل منافس للهاتف ده في نفس فقته السعرية انفينيكس هوت 11 بلاي الهاتف ده هو اقوى منافس لهاتف شاومي ريدمي 10A اول حاجة نخش على مقارنة المعالجات وهنا شاومي بيجي بمعالج ميدا تيك هيلو جي 25 وانفينيكس بيجي برضو بمعالج ميدا تيك ولكن هيلو جي 35 وهنا معالج انفينيكس بيتفوق بس بفرق مش كبير قوي شاومي بيجي بشاشة IPS LCD مع جودة HD بلاس ومعدل تحديث 60 هرتز وانفينيكس بيجي بشاشة IPS LCD بجودة HD بلاس ومعدل تحديث 60 هرتز وهنا الاثنين زي بعض شاومي بيجي ببطارية 5000 ميلا أمبير وانفينيكس بيجي ببطارية 6000 ميلا أمبير وهنا بطارية انفينيكس بتتفوق شاومي بيدعم الشحن بكوة 10 واط وانفينيكس برضو بتدعم الشحن بكوة 10 واط وهنا الاثنين زي بعض يلا نشوف الفرق ما بين الجهازين في الأسعار بس خليك عارف ان سعر شاومي ده سعر متوقع لانه لسه منزلش مصر انما سعر انفينيكس ده سعر رسمي سعر شاومي المتوقع نسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام 2450 جنيه سعر انفينيكس الرسمي نسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام 2650 جنيه من خلال الموقع مو بي سي هتقدر تشوف مواصفات أي هاتف والأسعار الرسمية للهواتف وكمان من خلال الموقع هتقدر تقارب بين الأجهزة وتعرف الجهاز الأفضل ما بينهم كل اللي عليك هتكتب مو بي سي في جوجل وتخش الدور على انت محتاجه وفي نهاية الفيديو لو فيه أي هاتف معين عايزيننا نعمله مراجعة اكتب اسمه فيه التعليقات وكمان مستني اراك في هاتف شاومي ريدمي 10A اتمنى طبعا لكل الفيديو عقابكم ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة اشتركوا في القناة